اشتركوا في القناة ايه تنجم تشري كل ما تحتاجه لخدمتك بصوم أرخص أما يلزم تكون منخرطة وتدفع معلومة انخيرات اللي هو موش حاجة كبيرة وتساهم بانتظام في كاسة الهيكل المهني الفلاحي وزيد تنجم تبيع له بربح معقول ايه انت منخرط في هيكل مهني فلاحية؟ ايه نعم ماني شاركت في تكوين ومن بعد انخرطت ايه شنو هالتكوين هذا؟ وين عملته خويا الفالح؟ اعملته في مدرسة المستثمر الفلاحي اف بي اس احذرت في حصة تخص فوائد الانخيرات في الهيكل المهنية الفلاحية كما التعاونية الفلاحية والمجمع الفلاحي وغيرها من الهيكل الجمع الفلاحة هكاك اقتناعت وانخرطت في الشركة التعاونية الفلاحية اللي اسمها الازدهار في جهتنا نجم تعطيني فكرة على الفوائد هذي عايش خويا؟ الله يبيرك ماك تعرف المثالة متاعنا اللي يقول حملج معريش مثلا التعاونية متاعنا هي اللي تشر للفلاحة المنخرطين كل ما يحتاجوا ليه بصوم الجملة اللي يساعدنا ويربحنا بخلاف بارشة فوائد اخرى حاجة به يا بارشة تعرفش كيفاش؟ باش تزيد تاخو فكرة تحبش تمشي معايا للتعاونية؟ ماذا بيا؟ يلا بنا مرحبا بكم الانخيرات في هيكل مهني فلاحي كما تعاونية متاعنا عنده بارشة فوائد الشراءات المجمعة اللي يتمكن من تخفيض في سعر المدخلات تسهيل الترويج للإنتاج الفلاحي للمنخرطين وبأسعار أفضل الرفع من مداخل المنخرطين من خلال الحصول على أسعار أفضل عند البيع المجمع وزيد إقامة الشراكات مع المدخلين العموميين ومع القطاع المصرفي في صالح المنخرطين هذا مع ربط علاقات شراكة مع معامل التحويل اللي تتزود بالإنتاج الفلاحي كما لحليب ومع المزاودين للمدخلات والخدمات اللي عندها علاقة بالنشاط الفلاحي كما الكنسنتري والسداري والبذور والأسمدة والأدوية وغيرها من جهة أخرى سهولة الحصول على تمويلات استثمارية جماعية والاستفادة من الاستشارات الفلاحية ومن بينها التقنية من جانب آخر الشركة التعاونية هي اللي تتلهاي بالتخطيط والمتابعة وبالتصرف الشفاف والرشيد في الموارد البشرية والمالية وهذا يضمن الحصول على نتائج جيدة لكل المنخرطين وفوق هذا المنخرطين بكلهم متساوين ككبيرهم كصغيرهم ونزيدوا على هذا بكله التعاونية تنظم ديما دورات تكوينية للمنخرطين اللي تولي عندهم خبرة أكبر ومتماشية مع كل ما هو جديد في نشاطهم هيا شنو ورائكو اختي زينة؟ يعطيكم الصحة على المعلومات الكل أنا زيادة أحب نشارك أخويا فالح بنا يا بنت الهنشير يا بنت الغلة وشجرة بنت الجمح وبنت الصعير بنت الشمك وبنت جامرة